السيدات والسادة أود أن أبدأ حديثي اليوم بالترحيب الشديد بسعادة رئيس الوزراء الرومانيا السيد نيكولاي تشيوكا أعتقد أن حصلنا على شرف كبير بلقائنا اليوم في مجلس الوزراء في قمورية مصر العربية هنا في القاهرة ومنذ أن هذه أول زيارات رسمية لرئيس الوزراء الروماني لأكثر من عشرين عاما فنحن لدينا سعادة وفخر كبير بتنفيذ هذه الزيارة التاريخية ولا سيما مع أعضاء الوفد الموقرين لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والتي تنعاكس على قوة العلاقات بين البلدين العلاقة بين البلدين تعود إلى مئة وسبعين عاما ولهذا لدينا سعادة وفخر كبير أن نطلقى ونستقبل هذا الوفد الموقر من رومانيا في القاهرة أثناء الحديث والنقاش بدأت بإلقاء التحية ورقل التحيات الحكومة المصرية إلى الحكومة الرومانية بالسماح للتاريسين المصريين الذين أكبروا على مغادرة أوكرانيا أثناء الحرب الروسية الأوكرانية واستقبلتهم الحكومة الرومانية بكل الترحيب لمساعدتهم للعودة إلى مصر بالطبع أثناء النقاش ركزنا على بعض المواضيع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكذلك التبادل التجاري بين بلدين الذي وصل إلى أكثر من واحد مليار دولار في العام الماضي ونحن على قناعتنا أن هذا المجال هو أحد الأسس لتعزيز العلاقات التجارية وتناولنا كذلك بعض المجالات الأخرى التي من خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية ومن دواعي سعادتي أن أقدم لكم سعادة رئيس الوزراء وكذلك السادة وزراء الزراعة ومختلف الوزارات وكذلك التعاون في مجال الأسميدة والبتروكاميويات والبضائع الأخرى التي تجد مصر لديها الفرصة لتصديرها إلى رومانيا وعلى الجانب الآخر نطلب من سعادة رئيس الوزراء زيادة استيراد الحبوب من رومانيا حيث أن رومانيا أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا وفي العالم أجمع وعادنا سعادة رئيس الوزراء تعزيز هذا المجال لزيادة حجم التجارة في العموم نحن نتطلع إلى المكتمر واللجنة المشتركة التالية بشأن الموضوعات العلمية والفنية المخطط عقدة في بوخاريس في هذا العام وكذلك نحن نقوم بإعداد كافة الإجراءات اللازمة لعقد منسدى رجال الأعمال بين بلدين ونتطلع كذلك العمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات التعاونية بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقعة عليها البلدين بما يسمح لدول أخرى المشاركة على سبيل المثال من الجانب المصري حيث أننا جزءا من اتفاقات التجارة الإفريقية يمكن أن نسمح بوصول الشركات الرومانية لاستثمار في القارة السمراء ودكون في السوق الإفريقي من خلال هذه الشراكة بين البلدين فبالتالي يمكن لقطع الأعمال المصرية لاستثمار في القارة الأوروبية وكذلك نبحث كل الفرص لتعزيز العلاقات بين البلدين مرة أخرى أتقدم بالترحيب الشديد للسيد رئيس الوزراء على زيارات التاريخية إلى القاهرة ونتطلع إلى التعاون المشترك لتعزيزا لعلاقات التعاون بين البلدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا